السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم ألف عافية يا جماعة اليوم هلأ رح نناقش المشكلة رقم 41 من ضمن سلسلة الخوارس ميات وحل المشاكل Algorithms and Problem Solving باسم الله نبدأ طيب البروبلم بتحكي Write a program to read number of hours and calculates the number of weeks and days included in that number يعني من نكتب برنامج يقبل من المستخدم أو من النيوزر عدد معين من الساعات تمام ومن نشوف هذا العدد الساعات هاي كم أسبوع موجود فيها وكم يوم موجود فيها تمام على سبيل المثال إذا أنا حطيت له 365 كعدد ساعات بده يطبع لي أنه والله في عدد الساعات هاي عبارة عن أسبوعين 2.17 ويكس وعدد الساعات هاي كمان بمثلي 15 يوم 0.2 ليس تمام فخلينا نشوف الخوارزمية تبعته بنحكي start read number of hours لاحظوا دائماً إحنا الـ variables منسميها ما منسمي x و y و z و a تعودوا سموا الـ variables بأسامي معبرة يعني read number of hours number of hours أنا بتذكر شو هي لو سميتها a و b و c مش هتذكر شو هم تمام فريد number of hours بعدين بحكي days تساوي number of hours على 24 هكك بطلع عندي كم من يوم موجود في الساعات لأنه اليوم فيه 24 ساعة يا جماعة صح؟ تمام؟ الـ weeks بقسم days على سبعة فبالتالي هنا بطلع عندي total number of days موجودين في هاي عدد الساعات المدخلة وهنا total number of weeks الموجودين من ضمن الساعات المدخلة فعدين بطبع print weeks اللي هي هاي الـ variable وبطبع اللي هي الـ days اللي هي هايها وبنهي البرنامج تبعي ضروري هاي البرامج الصغيرة تماس تردمي يا جماعة وتبراكتس عليهم وهيك من كل خلصنا ونلقاكم في المشكلة القادمة شكرا كثير لكم للمتابعة واذا استفدتم من هذا المحتوى ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عساس يوصلكم كل شي جديد ولطفا وليس أمرا ادعمونا بلايك وحاولوا شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم عشان تعمل فائدة للجميع وأخيرا وليس آخرا ما تنسونا من دعواتكم وادعوا لوالدي بالرحمة شكرا كثير لكم ونلقاكم في المرة القادمة